النهاردة كان فيه اجتماع هامل سيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل الرئيس طلع خلال هذا الاجتماع على الجهود اللي بتحصل لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي داخل المحاكم ودي الحقيقة نقطة مهمة جدا لأنه دخول المحاكم للتقنيات العالية والذكاء الاصطناعي والتخلص من العلم الورقي ده يعني يصرع حل الكثير من المشاكل داخل أروقة المحاكم ويسهل على الناس سنين كتير بالضيع وهم منتظرين الأحكام القضائية والحالة ده بيحصل في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية داخل منظومة عمل المحاكم علشان نقدر نوصل لسرعة الأداء للناس كلها بتنادي بيها خلال النظر في القضاء وجهود مكسفة بتقوم بيها الدولة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة في المحاكم في إطار التطوير الشامل لهذه المنظومة منظومة التقاضي بالدولة عرض كمان وزير العدل موقف إنجاز الدعاوة والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف رئيس توجه بالشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقد على الأداء المتميز والجهد المقدر لهم اللي بيساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات الكبيرة اللي كانت سائدة في هذا الصدد وده طبعا يعني بينعكس على صورة الجديدة والانطباع السليم عن هذه المنظومة ومنظومة العدالة في مصر موجها سيادته في هذا الصدد بمواصلة هذا الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في نفس السنة اللي تقام هذه القضية فيها وبالتأكيد ده يوصل الناس للعدالة الناجزة وينعكس على استقرار الأوضاع القانونية في كل مكان ويحمي حقوق الناس ويحافظ على مصالح ما يكون معنا النهاردة فقرة حنتحدث فيها بالتفصيل في هذا الشأن تابعونا بإذن الله على مدار الحلقة